لجوم أف أم يعني تغلب على ربنا سبحانه وتعالى وممكن نقول برضو اللهم أرجنتنا من باب الأرجنتين الأرجنتين اللي مشهورة عندنا بأشهر يعني اختراع أرجنتيني مارادونا اللي وصل حب المصري اللي لدرجة أنه في مرة وقع أنا كتبتها أن الناس واحد أحد أئمة المساجد دعا للأرجنتين في نهاية كاس العالم من كتر حب المصريين للأرجنتين والسحر الكروي وسحر مارادونا الحقيقة الأرجنتين كانت في نفس الوضع الصعب اللي كنا فيه من ناحية الفساد والاستبداد وعاشت تجربة قصية جدا جدا من حكم العسكر ووصل الأمر بعد سنين من حكم العسكر الأرجنتين ما طلعوش من الحكم إلا بالضالين إلا لما خدوا عفو عام كان عمله الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم والحقيقة أنه بعد انتهاء حكم العسكر في الأرجنتين دخلت البلاد في حالة من حالات الفوضى والفساد والفضايح المهببة وكانت حقبة يعني سيئة جدا في تاريخ الأرجنتين لدرجة أن الناس بدأت تترحم على أيام العسكر وتقول فين أيام العسكر والنبي عايزين حكم العسكر يرجع تاني عشان بقى إيه زهقنا من السياسيين الفسدة وزهقنا من الحالة الصعبة اللي احنا فيها لغاية ما جه في فترة من الفترات إدراك عام إنه لأ يا جماعة مش هينفع كده مش هينفع نبني الأدام إلا لما نخلص كل ملفات الماضي ما ينفعش حد ارتكب جريمة يفلت بيها لو إحنا عايزين تقدم لازم عدل العدل أساس الملك طبعا كانوا بيقولوا الكلام ده البعضون بالأسباني يعني بالأرجنتيني عبر حركة تنوير قام بها المثقفين والكتاب والناشطين السياسيين وأدرك الناس إنه ما ينفعش السكوت على الجرائم اللي ارتكبت في العهود السابقة بالمناسبة هي كانت جرائم قاسية جدا يعني يكفي أقول لحضراتكو إن فيه كان ملف قاسي جدا هو ملف المفقودين المفقودين في الأرجنتين دول ناس كانوا بيختفوا في ظروف غمضة زي عندنا بالمناسبة إحنا عندنا عدد كبير من المفقودين في أيام مبارك وحتى في أيام الثورة وفيه نشطاء عاملين حملة للعثور عليهم والبحث عنهم هناك بقى في الأرجنتين كانت الحكاية أصعب العسكر في الأرجنتين كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بياخدوا المعارضين السياسيين في الطيارة ويقوموا طالعين بيهم على البحر رمينهم في البحر ببساطة لا تقول لي بقى لا سجن واعد أأكله واشربه والجوة ده لا أنا أخلص منه وأساهم في تنمية السروة السماكية في الأرجنتين بأن أنا أطعم الأسماك الأرجنتينية المعارضين الأرجنتينيين بدأت الناس بقى إيه؟ كل فترة بعد رحيل حكم العسكر مظاهرات الأمهات زي ما أنا قلت مرة تعبير زي أفلام الرعب الروح اللي ما بتلاقيش الأمان دي الفكرة الرأسية في أفلام الرعب الروح اللي ما بتلاقيش الأمان تفضل قلقة تفضل دايما تدور على العدل على الانتقام لغاية ما تلاقي العدل بتحصل النهاية السعيدة اللي بتشوفوها في أفلام الرعب الحياة للأسف الشديد فيها نفس فكرة فيلم الرعب الروح اللي ما بتلاقيش أرواح الشهداء اللي ما بتلاقيش القصاص الحقيقي واللي ما بتلاقيش الانتقام الحقيقي والعدل الحقيقي وتفضل قلق فلا يحصل لها في البلاد لا تقدم ولا تنمية الأرجنتين على فكرة جربت كل الحلول اللي ممكن تتخيلوها اللي يمكن السادة الفلاحيس الاقتصادي يتخيلوا إنها ممكن مش عارف صندوق النقد قروض إصلاح هيكلي تثبيت شنكلي كل المصطلحات اللي ممكن تتخيلوها مش شافتش لا خير ولا عدل ولا تقدم إلا ما بدأت تفتح ملفات الماضي يمكن من أشهر تابعنا حضراتكم إنه الرئيس الأرجنتيني الأسبق جورج فيديلا اللي هو زعيم الانقلاب العسكري اللي بدأ من سنة 76 واستمر لغاية 81 تم إحالته إلى المحاكمة لدوره في قتل 30 معارض يساري خلال توليه الحكم الإفه أصلا إن فيديلا أصلا بيقضي عقوبة السجن مدى الحياة على جرائم سابقة كان ارتكبها وبدأوا يفتحوا كل ملفاته برغم إنه واخد عفو رئاسي من كارلوس منعم سنة 90 محكمة العليا؟ محكمة العليا؟ محكمة العليا؟ العليا بجد ألغت هذا العفو وقالت إنه ما فيش حاجة اسمها في الدستور إنك تعفي واحد ارتكب جريمة إن شاء الله لو كان عنده إيه؟ بالمناسبة فيديلا كان عنده ساعتها 84 سنة محدش قال يا جماعة حرام وبتاعه كان عنده سرطان وبرغم ذلك أصرت الأرجنتين إنه عشان نبدأ تقدم بجد ونبدأ على نظيف لازم يكون عبرة لمن يعتبر ونبدأ بجد وطلعوا الراجل في الوسائل الإعلام وهو بيتحاكم ودخل السجن على ما ارتكبه من جرائم ما اكتفوش مس بالراس الكبيرة لا يمكن قريت من كم شهر إنه صدر حكم بالسجن مدى الحياة على ظابطين سابقين لتورطهم في قضايا تعزيب وقتل حضرتك قضايا تعزيب والقتل دي وقعت قبل كم سنة؟ قول مثلاً وقعت قبل أربعين سنة بحق عدد من المعارضين كان من بينهم باحثة ألمانية سقها حظها العثر إنها تبقى يعني من ضحايا هدين الظابطين الظابطين دول عندهم كم سنة سيادتك؟ واحد عنده أربعة وتمانين سنة واحد عنده واحد وتمانين سنة ومع ذلك تم سجنهم واتحكم عليهم بالسجن مدى الحياة اللي هو أصلاً مش فاضل منها كتير وتسجنوا في نفس السجن اللي شاركوا فيه بتعزيب ألفين وخمسمائة معارض بين الكلام ده كان حصل بين سنة ستة وسبعين وسنة تمانية وسبعين والحكم بقى صدر بعد تحقيقات طويلة فتحت ملفات قتل وتعزيب واختطاف تلاتين ألف معارض على أيدي العسكر في سبعينات القرن الماضي نزل الحكم بقى برداً وسلاماً على الأجيال اللي شافت الماضي الأليم وعلى الأجيال الجديدة اللي بقى عندها أمل إنها تعيش في بلد تحترم في أدمية الإنسان بلد مفيش حاجة فيها أسمو اللي فات مات خلونا ننسى اللي فات لأ ما نقدرش ننسى اللي فات اللي لما نطبق العدل وبالتالي لما الناس أدركت إنه ممكن العدل والقانون يتطبق حتى على اللي كانوا واخدين حصانة وعفو أدركت الناس إنه لا إحنا عايشين في بلد بجد بقى فلازم نشتغل بجد لازم نعمل لبلدنا بجد لازم نساهم في تقدم بلدنا بجد فكانت النتيجة تقدم كبير جدا جدا في الناحية الاقتصادية ومن ساعتها الأرجنتين ما بقتش واحدة من جمهوريات الموز اللي ما فيش سعر فيها للمواطن ولا كرامة وساعتها ما بقاش يفرق معاها لو تهزمت في الكورة طالما بتنتصر فيها العدالة طالما الظلمة والفسدين والحرمية مش بيموتوا فيها زي ما قال الخيل الأبنودي بدون عقاب ولا قصاص بيموتوا وخلاص حكمتك يا رب والنبي يا رب لو مرزقتناش في يوم من الأيام بلعيبة كورة بمهارة مرادونا فاجعل عدالة السماء تنزل علينا مش على ستاد باليرمو وإنما كما أنزلتها على محاكم بوينيس آيرس هل يستجيب ربنا هذه الدعوة؟ ده مرهون بإصرارنا على تحقيق العدالة في بلدنا هل هنصر على تحقيق العدالة في بلدنا؟ إبو أبلوني ما قصدش أسكو وإنما قصد إبو أبلوني بكرة في نفس المعاد لوغوم.fm